بسم الله والحمد لله والصلاة والسلامة 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 قريب كنت قاد بسمع وبقرأ كده عن الدنيا وطبيعة الدنيا فمن الجمل استوقفتني وجميلة جدا بصراحة ان الدنيا متغيرة ودي قاعدة في الدنيا الدنيا بتاعتنا جماعة متغيرة متغيرة جدا كمان يعني متغيرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثابتة يعني الاخرة انت في الجنة هتكمل في الجنة فالجنة هيكمله في الجنة واللي في النار هيكمله في النار غير طبعا فيه ناس هتخش النار شوية وتطلع لكن اي ان كان يعني انت هتكمل في الحاجة دي بقيت حياتك انما الدنيا مش كده ودي طبيعة الدنيا جمع عشان كده مش عايزك تزعل لما تلاقي الدنيا متغيرة معاك يعني دهما فيه ناس تقول لي انا كنت بدأت تزاكر وبدأت امشي شغلي مثلا او حياتي كويس ومرة واحدة مثلا حصل لي دروب كده ده شيء طبيعي وانت اصلا تستغرب لو حياتك مشيت وده طبيعي الطبيعي اللي حصل لك دروب دروبين تلاتة 14 الف دروب في حياتك ده شيء طبيعي انا عن نفسي كنت مساستم حياتي في رمضان مثلا بدأ بجدول معين وماشي والدنيا بالسيستيما مرة واحدة مثلا والدي تعب مرة واحدة فجأة كده اوتوف نووير عفليم فجأة جاي مرة واحدة تعب فالدينة تعطلت شوية مرة واحدة انها رسل غسيل كالاوي اللي هو مرة واحدة منوش علاقة اصلا بالموضوع وعملو مكان يعني انا اتخيل ان هو نوصل للمرحلة دي لكن مرة واحدة مرة واحدة مات فالبين الفكرة ومرة واحدة بقت مسئول كده عندي مسئوليات وعندي فلوس وفيه حاجات ازا ما اصف عليها ده اسمه ايه جماعة ده اسمه الدنيا متغيرة هي الدنيا على طول متغيرة على طول هي مستبتة وعرفيك ادي حاجة ادايق انا معاك اندي حاجة ادايق بصلاح لكن لازم ترضى بكده عشان هي دي الدنيا انت مشاشف الاخر يا جماعة ربنا اللي قد خلقنا الانسانة في كبد فيه تعب الدنيا كلها اصلا تعب ومشق ليه عشان دايما تشتقل الاخرى ما هو لو كان كل حاجة هنا يبقى ايه لازمة الجنة بقى لأ ما هي الدنيا فيها منغسات كتير وفي حاجة كتير انت عامل حاجة ترضى تصبر وتكمل في طريقك وتتعود تبقى مارين فليكسبول لازم تبقى مارين بصلاح المرونة اكتر حاجة بتعلم منها الايام دي بالذات المرونة تبقى مارين يعني ايه يعني مثلا فيه دوشة في البيت ومش عارفة زاكر عادي جدا ازاكر في القوضة التانية القوضة التانية مفيش عندنا قوضة تانية البيت مثلا قوضة واحد ازاكر عالسلم اه هروح عندي جد يا بات عنده ازاكر كده خليك مارين انا عن نفسي كل سنوية عامة بصراحة كان اخر شهر كده اللي هو طب شهر خامس شهر ستة كنت كرهت القوضة اللي بزاكر فيها يعني نفسيتي كده تعبت مش عايز انا بقى ايه سنة بزاكر هنا فعملت ايه قلت زاكرت عالسلم وصحابي حتى عارفين النقطة دي طلعت كده خدت كوتوبي وقعدت زاكر عالسلم طب في ناس طلع نازل دخلت تروحت الجامعة بيتقعد في الجامعة كامل عاصر المغرب اه واعد زاكر مثلا من المغرب للعيشة من الظهر للعيشة واعد زاكر هناك اه اروح مسلا عند واحد من قريبة روحت بيت جدي فاهميني فكرة لازم تقام مارين اه مفيش فلوس الايام دي حلو اتصرف اشتغلت اتنين تلاتة اربعة تبقى مارين يعني مشكلة جات لك بيتاش فكر في مشكلة كتير فكر في الحل الممكن ايه الحل اللي قدر عمله دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة انا عم نفسي بالصراحة بعتمد على الخطوة دي في حل اي مشكلة او ما جلك مشكلة وشغلت ما كتير والدنيا متغيرة معاك ومس سبتة ورقة وقلم وقعد كده واكتب ونظم المشكلة ايه هي كتبتها خلاص طلع منها حلول بقى ايه الحل واحد اتنين تلاتة ممكن نشتري ايه ممكن نعمل ايه ممكن نستلف ايه ممكن نروح عند مين ممكن اطلب مساعدة مين ممكن 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 في الاخر هتوصل لحل من الحلول وجرب طبقها كده هتتخلص من التشتيت والتفكر كتير طبق تفكر كتير فكرة اللي هو الدنيا صعبة معي الدنيا مش ركبة على بعض الدنيا ايام دي متغيرة جامد متشتت مش عارفة نظم وقتي اقعد مع نفسك ورق وقلم وفرغ المشكلات بتاعتك ودور على كل حل لكل مشكلة او اكتر من الحل لكل مشكلة بس كده وفتكر دايما ان الدنيا متغيرة وربنا يجمعنا ان شاء الله في الجنة وصلى عصول الله عليه الصلاة والسلام